يقول السائل زوجتي وأولادي سوف يأتون لقضاء العطلة الصيفية وأنا مقيم في مكة في حال إذا أرادوا العمر من أين يكون إحرامهم وهل يجب عليهم عند قدومهم باشرة أو في أي وقت إذا كانوا خارج المكة إذا كانوا خارج مكة ويأتون للعمر يحرمون من الميقات إن كانوا وراء الميقات يمرون على أحد المواقيت يحرمون من الميقات الذي يمرون به وإن كانوا دون المواقيت فإنهم يحرمون من بيوتهم يحرمون من بيوتهم التي هي دون المواقيت قوله صلى الله عليه وسلم لما وقف المواقيت قالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهم ممن أراد الحجة والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله من أهله يعني من منزله فإذا كانوا دون المواقيت وخارج الحرام يعني بين المواقيت والحرام فإنهم يحرمون من بيوتهم ومن بلدهم أما إذا كانوا داخل الحرام داخل الأميال فهم يخرجون إلى الحل ويخرمون بالعمرة من الحل من التنعيم من الجعرانة من عرفة من الحل